حال من التوتر والشك خلفته التكهنات الإسرائيلية بطبيعة رد حزب الله والاحتمالات المفتوحة على كل اتجاه بعد استشهاد ستة من عناصره في غارة إسرائيلية الهاجس الأكبر الذي يشغل بال الإسرائيليين الآن هو ليس إذا ما كان حزب الله سيرد بل متى وأين وكيف لا شك أنه سيكون هناك رد من حزب الله لأن الحزب أثبت في الماضي أنه يرد الحديث عن الرد وعن قدرات حزب الله شغل أيضا المحللين العسكريين الذين شككوا في إمكانية استيعاب إسرائيل هذه المرة لرد حزب الله المحتمل أعتقد أننا نعيش لحظات لاحد يستطيع التقدير فيها ما الذي سيحصل هنا الذين ذهبوا إلى هذا الضرب قدروا أنه سيكون هناك رد وأنه يمكن مواجهته واستيعابه لكنني لا أعلم إذا ما كان هذا ما سيحدث الأمر ببساطة عبارة عن جهل تام لما سيجري حتى في إسرائيل لا يعلمون إلى أين هم ذاهبون إلى تقديرات المراقبين العسكريين انضمت الصحف الإسرائيلية التي كان العنوان المشترك فيما بينها رد حزب الله آتن لا محالة صحيفة إسرائيل هايوم المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يمين نتنياهو دعت إسرائيل إلى الاستعداد لكل احتمالات الرد من جانب حزب الله لأن السؤال المطروح الآن ليس هل سيرد حزب الله بل كيف ومتى سيرد الانتقام آتن هذا مؤكد تقول إسرائيل هايوم بدورها صحيفة يدعوت أحرنط قالت إن السؤال الأخطر المطروح الآن هو متى سيحصل هذا الرد وإن وتتابع إن ما فعلته إسرائيل خطير جدا هي تفعل كمن يلعب بالنار ترمي عود ثقاب داخل برميل بارود وتنتظر لطرة إذا ما كان البرميل سينفجر أملة فيما رأت صحيفة هارتس أن الهجوم الذي حصل حادث دراماتيكي قد يشير إلى تصعيد حقيقي في الشمال وتضيف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قدروا أن هذه المرة سيكون هناك رد عسكري لحزب الله لكن قوة هذا الرد ليست معروفة حتى الآن